السلام المسيح مشاهدي قناة الحياة برحب بكم في حلقة جديدة من برنامج المرأة المسلمة وأيضا برحب بكل مشاهدينا على صفحات التواصل الاجتماعي واليوتيوب خليني قبل ما أبتدي بعنوان الحلقة أو موضوع الحلقة النهاردة أتقدم أولا بتعازية في موضوع حادث القطار اللي حصل في سوهاج القناة كلها بتتقدم بخالص التعازي لأسر ضحايا هذا الحادث اللي هو القطرين اللي في سوهاج نصلي لله الشافي الواحد أنه يتمم شفاء المصابين اللي تجاوز عددهم الآن 165 مصاب المصاب قليم جداً وإحنا متابعين معاكم الحدث وبنصلي أن الله يعني يشفي القلوب ويساعد المصابين وأسر الضحايا المتقلمين اليوم فيه كمان يعني طلب أنه فيه احتياج كبير جداً للتبرع بالدم فيريت أنه في مستشفى السوهاج العام والتعليمي ومستشفى الجامعة المستشفيات بتدعو لكل القادرين على التبرع بالدم أهم أنهم يتوصلوا الآن ويتجهوا للمستشفيات المحيطة بالحادث ويتبرعوا بالدم وأي مساعدة للمصابين وأهالي الضحايا بنصلي من أجلكم بنصلي أن الله الشافي القادر على شفاء القلب والجسد أيضاً يكون معكم وفي وسطكم اليوم يا رب بنرفع أمامك ضحايا هذه الحادثة الأليمة ونصلي أنك تتواجد في وسطهم وأنك ترفع الألم وتعطي شفاء كامل وتساعد يا رب الجهات المختصة على أنهم يقوموا بدورهم على أكمل وجهة أمين أمين يا ريت يعني اللي عنده أخبار أكتر عن الحادث أو إذا فيه احتياجات أكتر نقدر نعلن عنها الخطوط مفتوحة وإحنا هنكمل أننا نصلي من أجلكم في اسم يسوح خليني بقى أدخل في موضوع حلقة النهار ده عنوان الحلقة هو شكراً نوال السعداوي حنقش فيها مين هي نوال السعداوي وأعمالها الأدبية والاجتماعية ولماذا أرعبت نوال السعداوي القيادات الإسلامية في حياتها كلها طول حياتها يعني وهي عايشة وحتى في رحلها كتابتها أعمالها صوتها الهادئ يعني ما كانش صوتها لا يعني لا صوت عالي مزعج ولا أي حاجة ولكن كلمتها كانت دائماً في الصميم فيما يخص المرأة على الأقل هنتحدث كمان أيضاً عن أخلاق الشامتين الأخلاق الإسلامية البحتة جاءوا منين هذه الشماتة في موت الموت الشماتة في الموت يعني أنا بستغرب على إزاي الأخلاق تدهورت إلى إننا يكون عندنا الجراءة إننا نشمد في موت واحدة ست قضت عمرها كله بتخدم المجتمع حتى لو كان لها رأي مختلف عن رأيك إزاي تشمد في موت إنسانة حياة انتهت وأهلها المتقلمين لرحلها حتى لو أنت مش متقلم لرحلها ومرتح لقوي إنها رحلت هناك من هم متقلمين لرحل هذه المرأة العظيمة في رأي الشخصي من عدة ساعات أنا نشرت إعلان الحلقة ولمجرد إن الحلقة عنوانها شكراً نوالي السعداوي اتوالد بقى الشتايم علي والتساؤلات على موضوع أنا بشكرها علي الحقيقة أنا ما تصدمتش من الموضوع ده أبداً لأنه في نوعية من الناس لما تصطدم بفكرة خارج إطار بتعلمه أو ما هم مقتنعين به يشيطنه المتحدث أو صاحب الفكرة الكلام ده مش بيحصل معايا أنا بس أو مع أي حد بيقول فكرة مضادة لأي حاجة بيقدمها الإسلام لكن النهاردة اللي أنا هاعتبرها قضيفة الشرف لحلقة اليوم الأستاذة نوالي السعداوي هي مسل ده العالم الإسلامي اتصادم مع أفكارها معظم الناس اللي بيعترضوا على إنه يكون عندي لمحة من الشكر لشيء عملته أكون أنا متفقة معاها فيه أو لشيء حتى أنا مش متفقة معاها فيه لكن شايفة إنه كان ليه أثر جيد إنه معظم اللي سمعوا ده اعترضوا عليه لأن الخلفية الإسلامية بتقولهم إنه ده ما ينفعش لكن كمان معظم اللي سمعوا واللي اعترضوا واللي بيتكلموا في الموضوع ده واللي بيشماتوا في وفاة هذه السيدة اللي أنا باعتبرها عظيمة يعني لم يقرأوا ليها الكتب يعني مساحة الكتب الكبيرة اللي قدمتها أناول السعداوي يعني معظم الناس دي ما سمعوش الفكرة منها كاملة مثلاً الأستاذ محمود سعد سأل في حوار كده وتعليق هادي عملوا عن رحيل الدكتورة ناول السعداوي هل كل من اعترضوا عليها أروا كتبها أو سمعوا حدثها كاملة؟ ده سؤال حكيم جداً لأن معظم المعترضين عنها لم يقرأوا أصلاً كتبين في حياتهم وإذا كانوا مسلمين أو من الشيوخ الدارسين أو كده هيكونوا قد قرأوا الكتب الإسلامية اللي هي يعني إيه يكترها المسلمين بلا فهم لكن لا يخرجوا عن هذا الإطار وإذا خرجوا عن هذا الإطار يكون للنقد وليس للفهم فمعظم اللي بيعترضوا مقروش كتبين في حياتهم وإحنا عارفين كده يعني العادات العرب في القراءة مش كبيرة قوي أنا بسألكم أنتم نفسكم النهار ده نفس السؤال هل المعترضين منكم على مسيرة حياة نوال السعداوي وقرأها هل أنتم قريتم الكتب بتاعتها؟ هل اتفرقتوا على مقابلات كاملة مش مقاطع مستهدفة؟ معظمنا ما بيعملش كده تعرف عنها إيه؟ قريت لها إيه؟ دي أسئلة مهمة اللي عاديين بيشتموني على الفيسبوك ما عارفوش أنا بشكرها على إيه؟ أنا ما همينيش قوي شتايمكم يعني كذلك لم تهتم نوال السعداوي بكل من شتمها وشيطانها وجعلوها مجرمة يعني مع أنهم ما فهموش أفكارها وما فهموش مصادر أفكارها السؤال مطروح ليكم جميعا بشجعك وبشجعك النهار ده قبل ما تاخد كده الكلام يعني اللي بيتقال وتستلموا مثلا إن واحد زي عبدالله رشدي ولا يعني غيره من الشيوخ اللي تكلموا عنها من القديم يعني من القديم من الحويني لعبدالله رشدي لمشايخ الأظهر في هذا الوقت كان عندهم اعتراضات كبيرة للأفكار الكبيرة اللي بيتقدمها يعني ما كانوش متخيلين إنها هتصدر من امرأة نوال السعداوي مولودة في 1930 أو 31 ويعني كانت من أوائل السيدات اللي دخلوا كلية الطب وأصبحت طبيبة وأصبحت لها يعني مكانة في المجتمع وكان من يعني مش من المعروف عن السيدات إنه لهم صوت عالي ومسموع بأفكار مهمة زي اللي قدمتها نوال السعداوي اتفقت أو اختلفت معها لكن كان عندها منطقة نوال السعداوي كانت امرأة صادقة في نظري أنا هي صادقة مع نفسها وعلى صفحاتها اللي سكبت فيها أعماق ألمها وألم الآخرين لو كنت قريت بعض كتبها اللي بتقدم الأمور الشخصية جدا اللي بتتكلم عن معاناة المرأة بصورة شخصية وأيضا عن الناس اللي هي عاشت ألمهم هي عاشت ألم نفسها وعاشت ألم غيرها وقدمتها بصدق قدمت أسئلة هي كانت جواها ولكنها أيضا أسئلة كثير من النساء والرجال النهاردة خلينا نشوف الصورة دي يعني بتقول كده إن شرف الإنسان رجلا أو امرأة هو الصدق صدق التفكير وصدق الإحساس وصدق الأفعال وإن الإنسان الشريف هو الذي لا يعيش حياة مزدوجة واحدة في العلانية وأخرى في الخفاءة أعتقد إنها كانت مثل لده في أمور كتيرة وإنه المجتمع لم يقبل إنها تعبر عن أفكارها ومشاعرها وما يعني عشاته هي بهذا الانفتاح سواء اتفقت أو اختلفت معاها وأنا أختلف معها في الكثير ولكني أحترمها وأقدرها جدا من الناحية الأدبية ومن الناحية العملية كانت طبيبة عندها باكالوريوسطيب وجراحة وعندها ماجستير في الأمراض النفسية أيضا درست في جامعة درست في جامعة دوك وييل وهارفرد وكاليفورنيا وواشنطن دي جامعات لما بس يعني إيه تعدي من جنبها يبقى تحس أن أنت عملت حاجة لما تزور الجامعة بس تحس أن أنت يعني أنا زورت هارفرد لكن هي كانت مدرسة في هذه الجامعات مسكت مناصب كثيرة في حياتها في الدولة وسجنت من أجل أراءها ووضعت على على قائمة الموت عند الإرهابيين الجامعات الإسلامية كده حطوها في قائمة الناس اللي لازم يخلصوا عليهم رفع عليها قضايا اصدراء أزيان ودعوة فريق بينها وبين جوزها ولكن كل ده ما سكتهاش كانت أول طبيبة امرأة تروح الأرياف تتعين من الحكومة كده وتبقى قعدة هي الدكتور بتاع القرية وحربت عشان تاخد المنسب ده وحاولوا نوم ما يمنعوها تاخد المنسب ولكنها حربت وأخدت المنسب دفعت عن حقوق المرأة في مجالات كتير طول حياتها بقوة وصراحة وكانت ضد الطيار وبكل سبات أنا عايزة أقول حاجة لما بنقول إنه الست دي دفعت عن حقوق المرأة على طول أول ما تقول حقوق المرأة الناس يجي يعني الرجالة والمسلمين بالذات يجي لهم حالة رعب إيه بقى حقوق المرأة دي يعني أنتوا فيمينستات وحاجات زي كده كم مرة أنا قلت إنه أنا عن نفسي يعني ما بحبش التحيز الزايد ولكن أحب الناس اللي تقول الحق وأحب إن يكون عندي القدرة إن أقول الحق وبصراحة لما تاخد حاجة من حق يقولك ده من حقي الدهولي ربنا والإسلام أخد من المرأة يعني حقها في الحياة أنتوا بتقولوا العكس بيتحكوا عليكم ويقولوا لكم العكس إنه الإسلام أعطى المرأة حقها في الحياة ولما تيجي تدور تلاقيه علشان إيه بطل وقت البنات وبرده يطلع مش حقيقي وتطلع كدبة لكن يعني الحقيقة إنه لازم ما تترعبوش قوي من حتة إنه الستات بيطلبوا بحقهم لإنه الإسلام بيعمل ضد ده النهاردة مصر بتواجه مثلا كارثة كبيرة اتكلمت عنها نوال السعداوي وهي موضوع عودة الولاية على المرأة من سنة يعني خمسين وإحنا بنحارب على الأقل وقبلها يعني وإحنا بنحارب إنه المرأة يبقى ليها الحق في التصرف في حياتها لكن النهاردة بعض الحقوق البسيطة اللي أخدتها واللي تقدم بيها المجتمع عايزين ترجع وتسحبوها تاني مين السبب ومين اللي ورده الفكر الإسلامي التعليم الإسلامي أصلا ده حيخالف الشريعة أصلا أظهر لازم يحط كل حاجة بملايو خالف الشرع الإسلامي مش كده؟ أو المعلوم من الدين تعلمنا كده؟ نوال السعداوي يعني من أول حياتها وهي بتحاول تعطي للمرأة صوت كتبت كتب فوق السبعين كتاب الترجم العديد منها الأكترية منهم الترجمت بيقولوا عشرين لغة أو أكتر ما شفتش أرقام مظبوطة ما عنديش رقم مظبوط لقد كام لغة عايز أقول لكم أشارك معاكم بمنتهى البساطة النهاردة ليه هي أثارت إعجابي وإعجاب الكاثرين وسخط الكاثرين أيضا وليه أنا النهاردة بقول شكرا نوال السعداوي الأفكار اللي قدمتها نوال السعداوي يعني في كتب كتيرة أولا أنا ما قريتش كتير من كتبها لكن أنا هتكلم عن البعض اللي أنا قريته وأول الكتب اللي هي كتبتها أثار يعني أثار إعجابي جدا وهو كان كتاب يعني هي ما قصدتش تكتبوا كتاب وهي في قولة سانوي المدرس طلب منهم يعملوا موضوع إنشاء فهي اخترت إنها تكتب عن مذكرات طفلة اسمها سعاد يعني برجوكم إنكم تقروا الكتاب ده اسمه مذكرات طفلة اسمها سعاد المدرس لما أرى هي بتقول أنا أخدت كراسة ومالتها وروح تديتها للمدرس لما المدرس أخد الكراسة دي وأراها إدها صفر ورمالها الكراسة وقال لها صفر روح يكتبي لي ثلاث صفحات عن حاجة تانية وأنا الحقيقة قريت ده قبل ما أقرأ الكتاب فلما قريت الكتاب دهشت جدا وعرفت ليه المدرس طلب منها إنها تعمل حاجة تانية وإدها صفر بدها لأن كل الأسئلة الموجودة في ترتيب المذكرات دي وحياة الطفلة اللي اسمها سعاد دي تمثل الحياة اللي كان ممكن تعيشها نوال السعداوي وكانت مرعبة جدا وتمثل الأسئلة اللي بتسألها نوال السعداوي عايز أقرأ لكم يعني مش من العادي إن أنا أقرأ أو أنا مش متعودة إن أنا أقرأ لكم حاجة كده من كتب لكن النهاردة أنا حاب أقرأ لكم جزء من الكتاب ده أسئلتها أسئلتها في صفحة 40 من كتاب مذكرات طفلة أولا إن هي بتبتدي القصة بشرح بسيط عن مشاعرها هي كطفلة لكن هي حطى المشاعر دي في سعاد وبتقول إن سعاد كانت بتحب جدا إنها تبقى قاعدة برة وتلعب برة وتلعب مع أصحابها وإنها لما تفتح إيديها كده تبقى عايزة بتجري وحسة بالهوى بيملى صدرها وإنها حسة بحرية وانطلاق وسعادة وكل ده بيعبر عن الحرية اللي هي نفسها تعيشها أو عاشتها كطفلة ونفسها تكمل تعيشها كامرأة لكن للأسف سعاد ما كانش عندها الفرصة إنها تعيش هذه الحياة من ضمن الكلام اللي كتبته عن أسئلتها كان عندها أسئلة كثيرة جدا عن الله النهاردة هقرأ لكم من صفحة أربعين وهي بتشرح عن دخول رمضان عليهم وده بقى بمناسبة دخول شهر رمضان حابة كده إن أنا أشارككم شوية بأفكار اللي أنت وأنا وإنت وأنا كنا بنفكر فيها وإحنا صغيرين وبنسألها لأهلين وإحنا صغيرين أو اللي لم نجرؤ إننا نسألها لأهلين وإحنا صغيرين كانت بتتكلم عن إحساسها بتستطعم الحياة إزاي وبعدين بتقول لكن بتقول كده بتقول على سعادة إنها بدأت تدرك أن اللذة القديمة التي كانت تحس بها وهي تجري وتضحك لم تعود كما كانت وإن إحساسا بطيئا غامضا أصبح يساورها بأن اللذة وحدها ممنوعة أو محرمة ولابد من سبب آخر غير اللذة لتبرير حركتها أو الضحك أو اللعبة كانت قد بلغت السابعة من عمرها وجاء شهر رمضان أبوها بيقول إنه بدأ الصيام وصلاة حين كان في مثل عمرها وبدأ لها الصيام لعبة جدية أحسن ما فيها إن النظام وموعيد النوم واليقظة المفروضة عليها بتنقلب رأسا على عقب فالليل الذي كان للنوم أصبح للصهر والأكل والشوارع والبيوت كلها تظل ساهرة والأنوار مضاءة والأغاني تنبعث من الراديو ويقبل المسحرات يدق طابلاته ليوقز النائمين وتجاهز أمها مائدة الصحور فترى أنواع الأطعمة اللذيذة المتعددة التي لم ترها من قبل وأنواع جديدة من الحلوة والكنافة والأطايف والأفايف أمر الدين والجوز واللوز وعين الجمل وثواني الأرز باللحم المحمر وبينما هي تلتهم الطعام سألت لماذا يسمى شهر رمضان شهر الصيام فقال أبوها لأن الناس يصومون عن الأكل أسماء النهار فقالت له ولماذا يصوم الناس يا أبي لأن الله أمرهم بالصيام يا ابنتي ولماذا أمرهم الله بالصيام لأن الله يريد منهم أن يجربوا الجوع ليدركوا كيف يتألم الفقراء كانت سعاد قد ملأت معدتها بالأكل فقالت لأبيها ولكني يا أبي لا أشعر بالجوع وأحس أنني أكلت أنني أكل وأشبع أكثر من أي وقت آخر وكان فم أبيها ممتلئ في تلك اللحظة مملوء بالطعام ويده تقبض على قطعة لحمة محمرة وتشك أن ترفعها إلى فمه فاهتزت يده قليلا قبل أن تقترب من فمه ولم يستطيع أن يفتح فمه ليرد على سؤال ابنته أشجعكم أنكم تروحوا تقروا بقية القصة وهي بتسأل عن التنقضات الكبيرة الموجودة في حياتهم وفي حياتنا كما كنا يعني مسلمين وما ترى على أرض الواقع وما يتفجر بيه ذهنها الحر من أسئلة يعني بتقول كده أنه اللي أنتو بتعملوه ده لا يناسب فكرة الله عندها كان فكرة عن أن الله مش ممكن يضع هذه القواعد ولكنها كانت تقبلها زي ما هي كما سلمت لها زي ما تعلمنا كلنا بنصوم ليه الأب بيكرر لها اللي هو سمعه ولكنه لا يستطيع أن يعيش حقا ما يقوله لأنه لا يستوي على العموم أنتو بتاكلوا طول النهار وتناموا طول النهار وتصحوا بالليل وتاكلوا لحد تاني يوم الصبح وبعدين تسألوا هو إحنا أغنية فيقول له إحنا مستورين فتسألوا عن الفقر وتسألوا عن الغنى وترجع تسألوا طب يعني ليه في فقرة وليه في أغنية فيقول لها ربنا اللي بيقرر مين اللي يبقى فقير ومين اللي يبقى غاني فتصطدم أفكارها بإله غير عادل أفكار وأسئلة سألناها جميعا فكرنا فيها ولم نستطيع أن احنا نتكلم عنها لذلك أقول شكرا نوالي السعداء لأنك كتبتي ما لم أستطيع أنا أن أقوله مرارا وتكرارا لأهلي تسأل ليه يأمر الله ويكتب علينا وبعدين يهذبنا ويلومنا ويعذبنا سؤال وبعدين الفقرة يعني الكتاب ده مليء بهذه التصدمات الصراع بين الله والشيطان في وقت الصلاة وهي بتحاول أنها تصارع نفسها اتعلمت الصلاة اتعلمت تقرأ الآيات اتعلمت تتوضى اتعلمت تقوم بالخطوات ولكنها تصطدت بالواقع القليم أنه كل ده لا يمثل شيء بالنسبة لها ليه لا يمثل شيء لأنه لا يقدم شيء لقلبها يشدها إلى أنها تكون متأكدة أنها في حضور الله فما يفضلش جواها إلا أنها تلوم نفسها أو تلوم الشيطان وبعدين تسأل وتكبر إزاي فرق بين صوت الله وبين صوت الشيطان أسئلة إنسانية حقيقية ومرعبة بالنسبة للعالم الإسلامي وبالنسبة للعقل الإسلامي كانت فوق لسانوي لما كتبت ده لازم نواجه نفسنا أنه اللي انتو خايفين منه في كتب نوال السعداوي مش بس فكرة الجنس وحرية الجنس والكلام ده كله والتي لا نتفق عليها أبدا لكن نتفق في حرية الإنسان اللي ربنا ادهاله على الاختيار وأنه هيشيل عقبات هذه الاختيارات لكن أنتم لم تستطيعوا أنكم تردوا على أسئلة مثل أسئلة الحرة نوال السعداوي علشان كده نشايتنا مذكرات طبيبة مذكرات طبيبة يعني عايزة أقراركم أول صفحة في مذكرات طبيبة عشان تعرفوا كيف تصادم عقل نوال السعداوي مع كل فكرة إسلامية موجودة عن المرأة اتربت عليها وموجودة حقا في الإسلام كي فبتقول كده بدأ الصراع بيني وبين نفسي وبين أنوثتي أنوثتي مبكرا جدا قبل أن تنبت أنوثتي وقبل أن أعرف شيء عن نفسي وجنسي وأصلي بل قبل أن أعرف أي تجويف كان يحتويني قبل أن ألفز أن ألفز إلى هذا العالم الواسع كل ما كنت أعرفه في ذلك الوقت أنني بنت كما أسمع من أمي بنت ولم يكن لكلمة بنت في النظر يسوى معنى واحد هو أنني لست ولد لست مثل أخي ومن هنا تبتدي قصة كل بنت اتولدت في بيت عندها في أخ كبير أو صغير أنا أذكر أنه يعني الأخت فرحة من ضمن اختبارها أنها كنت بتقول أنا لقد خلقت بنت أنا زعلان أنا عايزة ربنا يخلقني ولد بتكمل كده كل ما كنت أعرفه في ذلك الوقت أنني بنت كما أسمع من أمي ولم يكن لكلمة بنت في نظري سوى معنى واحد هو أنني لست ولد لست مثل أخي أخي يقص شعره ويتركه حرا لا يمشطه وأنا شعري يطول ويتول وتمشطه أمي في اليوم مرتين وتقيده في دفائر وتحبس أطرافه بأشرتها أخي يصح من نوم ويترك سريره كما هو وأنا علي أن أرتب سريره وسريري أيضا أخي يخرج إلى الشارع ليلعب بلا إذن من أمي أو أبي ويعود في وقت في أي وقت وأنا لا أخرج إلا بإذن أخي يأخذ قطعة من اللحم أكبر من قطعاتي ويأكل بسرعة ويشرب الحساء بصوت مسموع وأمي لا تقول له شيئا أما أنا أنا بنت علي أن أراقب حركاتي وسكناتي علي أن أخفي شهيتي للأكل فأكل ببطء وأشرب أخي يلعب ويقفز ويتشقلب وأنا إذا ما جلست وانحصر الرداء عني سنتيمتر واحد فإن أمي ترشقني بنظرات مخلبية وهكذا كلنا عشنا ده كلنا فكرنا في ده وكلنا يعني سألنا شمعنا أنا وليه مخرجش وليه لأ وليه أخوي آه وليه الرجل لما يعمل العيب محدش يلوم عليه أزعجاتكم أفكار نوالي السعداوي أزعجاتكم مطالباتها بأنكم توقفوا الإجحاف حق المرأة والطفلة مذكرات طفلة اسمها سعاد تنتهي القصة بزواج سعاد عندها وهي عندها 11 سنة وبتقول في آخر الرواية أنه سعاد 11 سنة لم تعود طفلة ولكنها امرأة الكلام ده كتب وها في قولها سنوي وسمعنا أصوات البنات لحد النهاردة بتتكلم زواج الصغيرات ونجود وغيرها 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 بيقولوا أنا الآن امرأة كبيرة وهي عندها عشر سنين كم مرة قررت ده كتير لأنه واقع شكرا لأنها عبرت ولم تخف ولم تتراجع شكرا لأنها أظهرت مدى الألم اللي بتعاني المرأة المسلمة بكل وضوح وبلا خوف وفي وقت كان الصمت في شيمة النساء ولعنة حياتهم شكرا لأنها أول من قصت علينا مزبحت الختان في حياتها حياتها الشخصية قدمت لكم حلقة أنا كل مرة بفتكر الموضوع ده الحقيقة يعني بيقلمني جدا لأنه نوالي السعداوي عندما كتبت عن إزاي حصلت حدثة الختان في حياتها مزبحت نفسية وجسدية ومؤلمة وكسرت ثقاتها في أهلها وكسرت ثقاتها في العالم من حولها وكسرت إحساسها بأنستها وألمها النفسية كانت شديدة وكثيرة وعميقة وطويلة المدى لما قدمت لكم حلقات الختان حطينا فيها من كلمتها هي وتعبيرها الشخصي إزاي وصفت المسبحة دي كان عندها الجراءة وكسرت التابو التابو العيب والنهاردة بعد خمسين سنة يعني يصدر قانون أو في محاولة لإصدار القانون اللي بيجرم الختان وتشديد الحبس على من يقوم به بيقولوا أنه دلوقتي ممكن يتحبس عشرين سنة كويس أرجو أنكم فعلا تنفذوا القوانين اللي بيشكل ده القضايا دي احنا اتكلمنا فيها لسنين طويلة لكن نوالي السعداوي لما فتحت موضوع الختان وقالت أنه الختام لازم يجرم الأزهر وقف ضدها فورا والأزهر شاور عليها وقال لأنها خارجة عن الدين لأنها بتتكلم في تحريم الختان ويعني إزاي تحرم حاجة الرسول أمر بيها سنة الأزهر بحاله وقف ضدها النهاردة الأزهر بيقول لا يعني ما فيش الكلام المؤدب بقى أنتوا بقى بقيتوا الأزهر اليوم هو يعني بيقولوا ايه في تعبير كده يقولك اختار الحرب اللي هتدخلها الأزهر بقى دلوقتي بيختار الحرب اللي هتدخلها ما يقدرش يجرم كل حاجة لكن هيختار أنا واحدة يسيبها لكو وأني واحدة ياخدها مش كده في هذا الوقت الأزهر وقف ضدها ولما الحكومة قررت أنها تجرم الختام الختام ينو الأزهر تصالح مع الأمر شوية القضايا دي احنا تكلمنا فيها لكنها هي بدأت الطريق من سنين من سنين طويلة فطبعا شكرا نوالي السعداء وعلشان كده المسلمين بيترعبوا منها لأنها قسرت القلب من زمان من زمان قوي احنا بقلنا تقريبا 15 سنة في قناة الحياة بنتكلم في القضايا الإسلامية وأصول التاريخ الإسلامي وقضايا المرأة والقرآن والحديث والثقافة الإسلامية وتأثيرها على حياتكم نوالي السعداء كانت بتتكلم في الكلام ده من زمان خالص وكانت تحارب من أجل ده كان في قضية حواريكم الفيديو دلوقتي لبعض الحاجات اللي مرت بيها الأستاذة نوالي السعدوي في قضية اترافعت عليها من نبيل الوحش بيقول فيها إنه هي خلفت ما هو يعني معلوم من الدين وإنه يجب محاكماتها والتفرقة بينها وبين زوجها في تنقضات رهيبة جدا في المجتمع في الوقت ده ودلوقتي نبيل الوحش في الوقت ده بيقول أنا ليا مصلحة شخصية وفي مصلحة عامة وإنه نوالي السعدوي لو حتى أخطأت في الدين المسيحي كنت برضو هرفع عليها قضية عملولها محكمة على الملأ على التليفزيون وقعدوا تقريبا يعني غالبا الفيديو اللي موجود دلوقتي بعد الإيدت يمكن تقريبا ساعة ونص لكن الموضوع كان أكتر كتير جدا قالت في القضية إنها قالت إن الممارسات الدينية الإسلامية من بعض ما قالته في حديث اللي كانت موجودة قبل الإسلام هي من العبادات الوسانية فكانت بتتكلم عن إيه بتتكلم عن إنه تقبيل الحجر الأسود دي كانت موجودة من العبادات الوسانية فأنا يعني أنا مش عارفة تقبيل الحجر الأسود يعني تفسرهم بقى الأستاذ محمد عمارة كان موجود وقال لها إحنا بنعمل ده يعني على سبيل المحبة لله زي ما الرسول عمل كده فإحنا بنحب الرسول فإحنا يعني هنعمل الموضوع ده زيه لكن ما يمفعش إنك تقولي عليه من العبادات الوسانية شيء نفس الدين إنك 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 قلت إنه ده من حقه وإنه ما عملش جريمة فإزاي تعمل كده وقتها والنهار ده جاي بتقول إنه واحدة قالت على حاجة كانت موجودة في التاريخ وإنت واقف ضدها وعايز تطلقها من جزء يعني مش بس بتكفرها أنت عايز تطلقها من جزء المهم قال لها بقى إيه قال لها إنه اللي أنا عملته وقتها إنه الراجل ده إذا تجاوز في حقه في النشر فهو عاصي فأنا ما عملتش حاجة غلط هو عمل غلطة زود شوية في حقه في النشر فهو يبقى عاصي ولكنه لم يخالف في ما هو المعروف من الدين واللي عبر عن رأيه بطريقة بيقول هي عبرت عن رأيها بطريقة يعني تخالف الدين فإذا زي ما الأظهر قال في الوقت ده إنها تصبح كفرة أو مرتدة ويحصل تفريق بينها وبين جزء يعني التناقض الرهيب بين الموقف المحامي ده ومن يمثل في هذا المجتمع لسه موجود لحد النهار ده لما الراجل يعمل حاجة نقف جنبه لما الست تتكلم عن حقها أو تتكلم عن حاجة هي شايفة إنها مش صحيحة في الدين يشنوها هو كده بعد كده جزهة كان موجود والحقيقة إنه يعني هو أديب وطبيب أيضا اسمه الدكتور شريف حتاتة واتكلم أنا هتكلم بمنتهى الأمانة عن يعني إيه اللي أثر في في الموضوع ده شريف حتاتة بيقول إنه الفزع من الرأي الآخر شيء مرعب جدا ودي أنا شايف إنها بقت عادة في المجتمع دي ما كانتش أول مرة يحصل محاولة تفريق بين زوجين لأنه حد قال رأيه خالف الإسلام مش كده فبيقول إنه موضوع إنك تحاول إنك تفرق بيني وبين مراتي ده لأن لأن عندي رأي غير رأيك دي شكليات دينية ليس ليها علاقة بحياتي مع مراتي وأنا مش هسيب مراتي قال لهم كده أنا مش هسيب مراتي إحنا مش هنسيب بعض هنفضل مع بعض مش من حقك تحكم على غيرك شيء غريب جدا موضوع التفريق بين الزوجين دول لأن واحد منهم عنده رأي مختلف عن المجتمع الإسلامي الإسلام يدخل جوه بيتك ويقولك إزاي تعيش ومع مين تعيش وتاكل إيه ومتتجوزش مين وتعمل إيه ليه ليه لأنه الإسلام لم يعلمك كإنسان كيف تختار وتعيش بحرية مع الله ما فيش الأدوات دي فيه هم يديك قوانين وقواعد اللي يخرج عن القوانين والقواعد ده يجرم ويعني الأستاذة نوال السعداوي كانت أخذت النصيب الأكبر من ده عقلية المسلم لا تفهم الأمور المتفتحة إذا كان ماشي بس على الصراط المستقيم بتقعد ده اللي ما بيقدرش يخرج عني فلما نوال السعداوي تقول عبارات كبيرة زي الحج كان موجود قبل الإسلام وليه بتبوصوا الحجر الأسود ما وصحينتوا ليه بتبوصوا الحجر الأسود ليه ولا حد فيكو عارف وقعت لهم مش عمر قال أنا لولا إن أنا شفت الرسول بيعمل كده ما كنتش بوسته حتى ده لم يعطيها الحق في إنها تقول أنتوا ليه بتعملوا كده دي حاجة غير مقبولة بس أنا عايزة أقعف عن ده حاجة تانية من أكتر الناس اللي حربوا الأستاذة أو الدكتورة نوال السعداوي كان الشيخ الحواني وأمثاله بقى والجماعة بتوعه من الشيوخ أنا يعني سمعت في الفيديو ده أنتوا هتسمعوه دلوقتي وحتشوفوه كمان هحطوه لكم على الصفحات بتاعتي كلامه عن ما قالته الدكتورة نوال السعداوي وإزاي هو بيحول بيحلل رأيها من وجهة نظره هو ومن وجهة النظر الإسلامية ولا يفهم مقالته بالمرة فكان بيتكلم على إيه هي بتقول أنه ما فيش حاجة اسمها ابن شرعي وابن غير شرعي لو قفنا عند النقطة دي هو هنا بيتكلم عن الشرع الإسلامي الابن للفراش لازم تكون متجوز شرعي بقى تعترف بأن الابن ده ابنك وإنه ماء الزنة هدر لكن هي مش بتتكلم على كده هي بتقول إنه إذا كنت عشرت واحدة وجبت منها ابن فهو ابنك أنت مسؤول عنه وتكلمت في الموضوع ده بتوسع وتكلمت عن حق الست في إنها ممكن تدي ابنها أو بنتها اسمها ده يعني ممكن يكون اختيار من الاختيارات الموجودة هي حرة يا أخي بتطرح حاجة تصلح بيها بعض المصايب الموجودة في المجتمع يعني أنتوا لو عندكم في المجتمع الأم تقدر تدي ابنها أو بنتها اسمها أو تروح حتى تسجلهم في تسجل شهادات الميلاد بنفسها ما كانش يبقى عندنا أطفال لازم يدخلوا ملاجئ أو أطفال عايشين لا بمدارس ولا شهادات ولا ليهم أصلا كينونة في المجتمع عشان عندهم شاوراء ده مش في مصر بس ده في دول عربية كتير جدا فهو فهم اللي قالته ده بصورة مختلفة قالك هي لازم بتقول إنه إذا الابن يبقى من زنا يبقى شرعي برضو وبعدين قال قال حاجة هي قالتها مهمة جدا قالت إنه يعني فيه واحد يروح يغتصب مراته كل يوم ولما تحمل أنا بالنسبة لي الابن ده كأنه مش ابن شرعي هي بتعبر هي بتعبر عن مشاعر ما كانتش بتقول إنه مش ابن شرعي اللي يخص الحويني وكل من يفكره في الأمر ده من وجهة نظرهم هم إنها بتعترض على إنه الراجل يجامع مراته وقت ما هو عايز وإنه إزاي تقول إنه ابن الزواج يكون غير شرعي من وجهة نظرها هي بتتكلم عن مشاعر أعلى فكر أعمق إن الراجل مش من حقه إنه يغتصب مراته وإنه لو اغتصب يبقى اغتصاب حتى ولو كان في إطار عقد مكتوب حدثها عن مشاعر المرأة لغرة ماد بالنسبة للرجال في نفس الفيديو ده الحويني بيقول كده إنه يعني إزاي تعترض على إنه المرأة دلوقتي بتنفق على الراجل وبتشتغل بنفسها فممكن فده بيجعلها ترفض آيات المرأة اللي لا يعني تقترب من واقع حياة المرأة المسلمة ويروح نائل من ده عن إنه بيقول إنه مش عاجبوا شعرها وشعرها إيه إزاي الشعر اللبيت ده هي مش عايزة تصبغ شعرها علشان يعني هي بتتركه عمدا لإغازة الراجل ما عندكوش أي معرفة عن كيف تعيش المرأة في العالم الإسلامي بصراحة يعني هي عجبها شعرها هي مش شايفة شعرها كده عشان تغايز جزه هي مش شايفة إنها لازم تحط كل مساحيق التجميل وتلبس لبس رقاصة بالليل علشان تعجب جزها وهو ده يبقى يعني الدور الأساسي للمرأة كزوجة لا هي شايفة إنه العلاقة بين الراجل والست تسمو فوق الشكل إلى المشاعر والاحترام والأدب مع بعض والمحبة اللي تثمر علاقة سليمة سوية فيعني أنا بس خدت المسألين دول علشان أقول لكم إنه مفيش فهم بالمرة لأفكار متفتحة وأفكار تطرح من سيدة مثلها والكثير من السيدات اليوم والكاتبات والنساء المؤثرات في المجتمعات الإسلامية أول ما ست تقول حاجة تلمس كده بس يعني حاجة عن الإسلام على طول يبقى فيها إدانة وازدراء أديان واشتيمة وينو صفحتي على الفيسبوك مليانة بصراحة من صيد القلوب المليانة بالغضب عندما أقول شيء ضد الإسلام لما بنتكلم يعني هقول دي عن نفسي عشان تبقى فاهم وتبقي فاهمة يعني إنه لما ننتقد شيء في الإسلام هذا الانتقاد ليس لك أنت شخصيا ولكنه فكرة تقدم ليك حتى تفكر فيها فتصبح يعني أكثر انفتاحا لأنك تعرف فكرة الله الحقيقي بس بس ده ده كل الموضوع خليني 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 نتكلمكم بقى عن فكرة الشماتة في موت إنسان هل الشماتة في موت إنسان ده ليها أصل في الفكرة الإسلامية آه طبعا ليها أصل خليني نشوف الحديث الصورة اللي جاية دي للحديث بيقول كده الحديث ده الحقيقة حطوا الأستاذ عبدالله رجدي وطبعا الأستاذ عبدالله رجدي قاعد يتكلم في موضوع نوالي السعداوي دي من ساعة ما مات الست الحد يعني يمكن الحد مبارح وهو لسه بيتكلم في الموضوع ده اكي فهو حط الحديث وبيقول انه انه عن أبي قدادة بيقول كده ان رسول الله مر عليه جنازة فقال مستريح ومستراحة منه قالوا يا رسول الله ما المستريح وما المستراح منه قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا واذاها إلى رحمة الله والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواء طبعا الرواية للبخاري يعني كل الحاجات المريعة تجدها في البخاري ده الأصل والأساس وهناك الكثير أيضا من الأمور اللي بتقول للمسلم أن أن أي حد يخالف فكرك أما تخلص منه ترتاح فغرف ده هي مش الكلام ده بنقوله خلص ربنا رايحنا منه ورايحك أنت ليه أنت إما توافق على الفكرة أو لا توافق يا إما تعتنق الفكرة أو لا تعتنق الفكرة واحدة بتفكر وبتكلم وبتسأل أسئلة ترد على السؤال وتكون عندك حوار تقتنع مقنع يا إما لا ولكن الفكرة هي الدفاع عن الدين فكرة أنه مثلا يقول لك الهالكة اللي آزت رسول الله اللي آزت الله اللي تكلمت ضد القرآن اللي تكلمت ضد مش عارف إيه المسلم دائما عايش في حال الدفاع مستمر عن الإسلام كل يعني ما قدمناه من حلقات ماضية بتوريك ده إنه المسلمين على طول فيه دفاع مستميت عن الإسلام بيحاولوا يجدوا مخارض للمصايب اللي بيحطوهم فيها الإسلام لو حد تكلم بيبقوا مش عارفين يدفعوا يقولوا إيه زي أبو سعاد كده لما ما كانش عارف يرد عليها إزاي ففي الآخر لما تقرأ مثلا في قصة سعاد في الآخر هتلاقي إن الأب غضب في الآخر وزكتها لأنه ما عارفش يرد عليها النهاردة المسلمين بيعملوا نفس الشيء الشماتة وارتياحهم من اللي راح اللي مش هيفضل يواجههم بأفكار تخليهم يا إما يفكروا يا إما يبقوا عارفين إنه هما محطوسين في خنكة اللي يكم عندهم شرد الأستاذ إبراهيم عيسى قال إنه الفكر لا يموت لما تكلم عن الأستاذ نوال السعداوي وأنا بأكرر إنه الفكر لا يموت الفكرة موجودة إذا كانت حقيقة هتثبت وإذا كانت كدب هتنكشف الكتاب المقدس يعني الحقيقة مثل ده لأنه إنت ممكن تعترض زي ما تعترض على الكتاب المقدس مش هتلاقي حد فينا يعني مثلا من الأفكار إنه بيقولوا إنتي ليه بتدفع عن أو إنتي ليه بتشكري نوال السعداوي مع إنها رفضت المسيحية أيضا بس هي عشان رفضت الإسلام إنتي وقفة معها لا بالعكس هي مش عشان هي رفضت الإسلام هي عشان تكلمت بالحق في حق المرأة وشاركت مشاعر حقيقية ومواقف حقيقية وأنا مش مسئوليتي إن أنا دفع على الكتاب المقدس لأن الرب هو يعني بيضع الحقيقة في طريقي وفي طريقك يتقبلها ما تقبلهاش أنت حر أني أتكلم عن عن أفكار أنا مش موافقة عليها في الإسلام أو أفكار شايفة إنها تؤدي بيك للهلاك الأبدي ده مش انتقاد لك شخصيا ولكن فرصة لإنك تفكر ولإنك تختار ولإنك تتجه لله ده مش دفع مني في تويتات لا حصرة لها في موضوع الشماتة في يعني أنا لسه مجيتش للتويت دي في موضوع الشماتة في وفاة هذه السيدة اللي يقول عليها الهالكة واللي يقول عليها الفاسقة واللي يقول عليها هي في جهنم واللي يتكلم ضد الكلام اللي بيقوله وانت كمان تكون معها في جهنم أشياء يعني الحقيقة أنا مش هحطها ولا يجب ان احنا نعيد ذكرها لكن انا بقول لكل واحد بيتكلم عن اي شخص مات مسيحي مسلم اي كان انا بقول لك انت قلبك ايه مع الله عرفت منين ايه في الاسلام يضمن لك ان انت هتكون واقف امام الله ومقبول امام الله الفيديو ده وليد اسماعين دخل يقول كده انه انتو ايه اللي يصل انتو عامل انهال دي ايه الكم الرهيب اللي بيعترض علينا علشان يقول لنا يترحموا عليها بالعافية هي وصلت لكده اترحم على واحدة كفرة ولا يعني كمان يقول لك ايه وترحم على المسيح هي وصلت لك ترحم على مسيح ويهودي وبوزي ويقول بقى في الاخر انت مالك يا اخي سبني في اعتقادي زي ما انا عايز لكن انا انا فكر زي ما انا عايز لكن انت هتتحاسب على اعتقادك ده ازاي تقول اترحم على فلان او فلان اللي هم كفرة او مسيحيين شوف القلب يعني لو بمنتع البساطة اقول لك انه انسان انت عارف انه هيروح النار مثلا فلنفترض انه انسان انت عارف انه هيروح النار انا كنت زمان وانا مسلمة كنت افكر ان انا حد يدخل الجنة هيدخل فكنت ادعي للناس انهم هيدخلوا الجنة واقول يعني يا رب ترحمهم من النار بلاش يدخلوا النار ونقرأ القرآن علشان خاطر اللي ماتوا دول ما يدخلوش النار وازاي انه مش عارفة كام اية تقراها تحجب عنه النار او عذاب القبر او الكلام ده كله كان دايما في نية انه طب نساعد الناس دي ازاي لكن النهار ده انت المسلمين بيوررونا ان الههم بيقولهم دول يعني مشطوبين تماما ما فيش امل ليهم لا دنيا ولا اخرى وانت كمان هتتعاقب على كده افكار يعني يعني لا تخرج من مصدر الا مصدر شرير الحاجة الاخيرة اللي عايز احطها قدامكم هي التويتا اللي عملها الدكتور اللي عالج الاستاذة سعاد نوال نوال السعداء الحقيقة انه دي تويتا صادمة جدا او ده موجود على الفيسبوك هو بيقول انه قال لنا هي كان عندها ايه ده الدكتور والدكتورة هو اسمه موجود فانا بقول يعني لو حد هيروح للدكتور محمد محسن يبقى عارف اللي صورته هي يبقى عارف انه اسرارها تزاع لان هذا الرجل لا يلتزم ب يعني القوانين اللي اللي تعرف علي العالم في الحرص على اسرار المرضى وقعد بقى يقول لنا وانه مش عارفة ايه في ايدها الشمال وجسمها وادها مش عارف ايه وروح تعالجها في البيت وقيت لو انا بسق فيك انت ما فيش حاجة اسمها ربنا والكلام ده كل فضح وبقى بقى التويتر اللي بعدها لما حد بقى بقى بيقوله يعني يا اخي عيب عليك يعني ما ينفعش تقول كده فبيقوله على الاقل يعني متل تريقوش ولا تسخروا من شخص لسه ميت ومعملتوش اعتبار لحرمة الموت والميت فبيقوله كده بس حبيبي انا لا شكرت ولا زميت ولا سخرت ولا اي حاجة انا حكيت موقف حصل معايا وبي يعني بيهزق الناس اللي بتعترض عليه ومش بس كده ده كمان يعني بيتفاخر بان نقابة الاطباء لم تنعي هذه الطبيبة العظيمة شيء غريب اخلاق غريبة ان كان ده ان كان ده هو الناتج الاخلاق الاسلامية فعليك انك تفكر لماذا تتبع هذا الفكر ومرة اخرى في الاخر بعزي اهل الدكتورة نوال السعداوي وبقول لها شكرا دكتورة نوال الى اللقاء اشتركوا في القناة